موسيقى اخوة الايمان في هذا اللقاء المتجدد في هذا الفجر الرمضاني المبارك مع رحاب سورة الأنفال وافتتاحية سورة الأنفال بسؤال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد كانت هذه الأمة كما قال ابن عباس وهو حبر هذه الأمة حينما سئل كيف أتيت العلم فقال بلسان سؤول وقلب عقول فبعد بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول والأنفال هي غنائم الحرب والأنفال هي دلالة على النصر فمتى يغنم الجيش متى يغنم الناس حينما يكون هناك نصر أما يوم بيكون في هزيمة وره هزيمة فما بيكون في أنفال بيكون في خسائر بيكون في هزائم فيسألونك عن الأنفال فهذا دليل على النصر وهذا النصر ما كان ليأتي لولا أن التزم أصحابه بأسس المجتمع الإيماني التي أوردها الله عز وجل في نهاية سورة الأعراف ففي نهاية سورة الأعراف حددت الخطة للانتصار وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون الإنصار للقرآن الفهم والاتباع وبعد ذلك دخول مدرسة الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال دوام صباحي ومسائي دفعتين إن الذين عند ربك بعد أن فهمنا القرآن واستنار قلبنا بذكر الله عز وجل تبدأ العبادة وتبدأ التسبيح ويبدأ السجود فهذه الأسس الثلاثة التي بني عليها المجتمع ولابد من أمر رابع وهو تطهير النفس من مساوئ الأخلاق وأخطر هذه المساوئ هي الاستكبار بعد أن استعدت الأمة بهذا الاستعداد حينها يكون النصر وحينها يكون عون الله عز وجل وحينما يكون تثبيت المؤمنين وحينها يكون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فبعد أن كان هذا النصر وسألوا فأتى الجواب مبينا أن هذا أمر يعود إلى الله والرسول بيانه فيعود بيان هذا الأمر إلى الله ورسوله وأما الأهم من ذلك أن هناك أسس بعد الانتصار يجب أن تفهموها يجب أن تعرفوها يجب أن يبنى عليها المجتمع الإيماني فاتقوا الله أول شيء المخافر الله وتطبيق تعليمات الله واجتناب نواه الله وأصلحوا ذات بينكم وكذلك الإصلاح لذات البين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فبينا في البارحة بأهمية إصلاح ذات البين وبينا أن إصلاح ذات البين هو من أفضل السلوكيات الراخية حس عليها الإسلام حس عليها القرآن حس عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السلوك لا يسلك إلا أصحاب النفوس العالي الراخي الذين لا يرجون منفعة مادية وإنما يرجون رضاء الله عز وجل ورضوان الله عز وجل الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ممكن حتى بين الأخوة حتى بين المؤمنين الخلاف يكون يعني الخلاف قائم رب العالمين قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الخلاف يكون ويقوم في وجهات نظر في رؤية والإنسان حر أعطاه الله عز وجل حرية الاختيار ومن هذه الحرية حرية الرأي حرية التعبير حرية فالاختلاف مشروع ولكن أن يصل إلى حد تنافر القلوب إلى حد القطيعة فهون لازم يكون في تدخل هون لازم يكون في من يصلح ذات البين فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني خبر أن هناك بعض المؤمنين صار في خلاف بناتهم فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم فلينا الروح نصلح بينهم حتى يعني من أصعب الأمور ومن أبعد هذه الأمور الحقيقة هو ما كان يعني مذموما عند الله هو خلق الكذب وخلق الكذب أو عدم ذكر الحقيقة أو عدم نقل الحقيقة هو خلق الحقيقة يعني منبوذ ومكروه إلا في هذا الموطن فما اعتبر كذبا ففي الحديث الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا هذا مكذاب بيصلح بين الناس بيجي واحد بيقول له والله يا أخي أنا اجتمعت وفلان شو بيأزك شو بيقدرك فلان بيأزني فلان بيقدرني أبدا أنا لها الحكي هذا ايه والله أنا كمان بعزه وانا كمان ايه بيروح بيقول له للتاني هو كمان بعزك شو الحكي ما بتلاقي قيل الاتنين رجعوا لبعضهم من أحلى ما يكون فبهالحالة هي إذا فيه المصدحة العليا هي مصدحة المجتمع فوق هالقوانين هي مصدحة المجتمع فوق هذه القوانين فيقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا ولم يعني ينخص في هذا طبعا إلا في ثلاثة مواطن رخص هذا الأمر كذلك القضية الثانية أن هناك بعض الأشخاص حينما يتم الإصلاح دغري بيطلع لك بقى شو بيعمل يعني بيزاود بالناحية الدينية بأنه يا أخي أنا مضبوط بس أنا ما فيني صالح وليش لأني أنا نادر أني ما أحكي معهم أنا نادر ندر أو حالف يمين أني أنا ما أتصالح عنه ويا أو أني كذا أو أني كذا أو أني كذا فبقل له يا أخي الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصدحوا بين الناس والله سميع علي قال إذا أنت حالف يمين وإذا أنت نادر ندر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه لا تحط حجة لا ندر تبعك ولا اليمين تبعك طبعا وهي كلمة حق ولكن يراد بها باطل وهالمبدأ كتير منتشر بأيامنا اليوم أن نقول كلمة حق ولكن المقصود منه شو هو المقصود منه هو الباطل فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر وليكفر عن يمينه فأصلاح ذات البين من القضايا الهامة والهامة جدا لأن فيها صلاح المجتمع والإسلام حرص على بناء الفرد السليم الأسرة السليمة المجتمع السليم واعتبر هذا محطة في سورة من كبار السور في القرآن الكريم مفتتاحية لسورة من السور الهامة في القرآن الكريم واعتبرها محطة على الصراط المستقيم وأصلحوا ذات بينكم قال وبعد ذلك كمان وصية أخرى وأمر آخر بدكن تنتبهوا وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فمتى يتحقق شرط الطاعة لله والرسول حينما يكون هناك إيمان حينما يكون هناك إيمان تتحقق الطاعة لله والرسول ولكن للأسف حينما يغيب الإيمان والإيمان هو حالة قلبية هو إقرار بالجنان ونطقهم باللسان وتصديقهم بالأعمال فالإيمان ثلاث محاور أساسية بالقلب الإيمان الحقيقي بالقلب يعبر عنه باللسان وتصدقوا إيش الأعمال فهذا هو الإيمان وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فهذه الطاعة الحقيقة أمر هام وهام جدا وهذه الآية فيها مسألة ضرورية جدا اليوم في ناس بيقول لك أخي هذول قرآنيين يتبعون القرآن طيب كتير منيح عظيم ياريت يتبعوا القرآن ياريت يمشوا على نهج القرآن فليس اتباع القرآن هو إلغاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام السنة الثابتة الصحيحة المتواترة التي يؤخذ منها الأحكام كمان بدنا ننتبه إن السنة هي بالآخير شيء من عمل نقلوا البشر وقاموا في البشر والبشر يصيبون فالمطلوب من السنة هي ما ثبتت صحتها طبعا علم مصطلح الحديث وعلم نقل الروايات وإلى آخر علم كبير ما هو هذا الخوض فيه وإنما هاي مو أي واحد يقول لك والله أنا جبت حديث أي حديث بجيبه معتها ببدي الشرع على هذا الحديث لا في ترتيب بالفقه وأصول الفقه وعلم الإصطنباط وما إلى ذلك فالشيء المهم بالموضوع أن نعلم أن اتباع القرآن يوجب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأطيعوا الله ورسوله هاي مو حديث ضعيف أو الله حديث مقطوع هاي آية في القرآن الكريم فالنبي عليه الصلاة والسلام القرآن ما دخل في التفاصيل أعطاك الهيئة العامة أعطاك الاستراتيجية أعطاك أمرك بالصلاة وبينك الصلاة صلة بالله وأعطاك كيف أن الصلاة هي يعني ارتقاء وقرب كلا لا تطعه وازجد واخترب وهي 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 ولكن أتى النبي عليه الصلاة والسلام فألك ألك الظهر أربعة والفجر ركاتين والمغرب التلت ركا ففعل النبي الذي أجمع عليه الصحابي ونقلوه جمع عن جمع عن جمع لا يحتمل تواطئ على الكذب هذه السنة المتواترة التي في أعلى الدرجات التي يؤخذ منها الأحكام التي تؤخذ منها إيش الأحكام وتؤخذ منها الأوامر كذلك الأمر مثل ما ذكرنا رب العالمين عطل إطار العام دون الدخول بالجزئيات والتفاصيل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء هذا يعني مرض وفي حالة إيش مرض فبيجي واح بيقول لك يا ترى هل ذكر أنه المرأة ما بصير إذا كانت في حال ما بصير تصوم مو مسكورة بالقرآن لأن الله عز وجل قال وأطيع الله وأطيع الرسول فكل نساء المؤمنين وكل نساء الصحابي وكل نساء وكلهم يعرفوا وكان النبي يقول لهم يعني أن الصيام يقضى وأما الصلاة فلا فلا تقضى وكل المجتمع نقل فبيطلع لك ألا واحد أبو فهمي يعني على أساس هو أبو العريف وعم بيجيب وعم بتشاطر وعم كذا فسألتني إحداهن قالت لي أعطي ما في بالقرآن قال لا في بالقرآن لا في لرجع إلى سورة المحيض يسألونك عن المحيض شو جواب النبي شو في جواب النبي فالنبي جواب النبي جواب وبيّن ونساء النبي بيّنوا وكل نساء الصحابي بيّنوا فاليوم في قضايا بيجوا أناس معاصرين بدون يغيروا يبدلوا يتشاطروا فما في وقت لبحث هذا الموضوع في هذا الوقت فطاعة الله وطاعة الرسول واجبه بل أن الله عز وجل قد حذر من عدم طاعة الله والرسول وقد وردت في سورة الأنفال في الآية 24 و25 والحقيقة أن هذه الآية توقفت عندها كثيرا وسببتلي بمرحلة من مراحل حياتي يعني حينما سمعت يعني سببتلي نوع من القلق الشديد الحقيقة والسبب أنه ما كنت عم بحيط بفهمة يعني قال وَعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِيحُولُ بِينَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ هيك الآية عم بتقول يعني بيعمله بسيطه بيعمله شو اسمه فقالت يعني كيف يحول الله بين المرء وقلبه فلما رجعت إلى الآيات وهي بسورة الأنفال فوجدت هذا المعنى الرائع يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم معناة الله والنبي بد يدعونا لشه لما في حياتنا لما في نجاتنا لما فيه نجاح الأمة لما في حياة الأمة لما في حياة الاقتصاد لما في حياة العلم لما في حياة الدين والإيمان والدعوة إلى الله لما مُو لما في موتون مُو لما في هلاكون مُو لما في دمارون فإذا أجأ واحد ألف لك حديث كله اللي عملاء الرسالة واضحة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبي هاي شو هاي جواب طيب إذا ما استجبنا شو بيصير قال عندها يحول الله بين المرء وقلبه إذا ما استجبنا لدعوة لحياة القلوب لحياة الإيمان لحياة الأمة عندها يحول الله بين المرء وقلبه وقال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بضمن إيش؟ بضمن طاعة الله والرسول هلأ الناس سننلغي الأولانية ونقول والله وأولي الأمر منكم لا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طالما هو قائم بالعدل طالما قائم بما يصلح حال الأمة طالما قائم بما هو مطلوب وكذلك قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ديروا بالكم أنه إذا ما أطعتوا الله وما أطعتوا النبي فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين هذا الرسول عم يبلغهم وأنت شو أنت عليكم الطاعة فإذا ما استجبتوا وما قبلتوا فهذا سيكون في مشكلة كبيرة رب العالمين عم يحذرنا عم يحذرنا منها وكذلك قال تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا هذا بدك تنتبه بدك تنتبهي والله في قضية في خلاف أنا بدي أنا ما بدي أنا كذا أنا ما كذا تعالى هون أخي شو حكم الشرع بين هذا الأمرين اليوم كثير من الخلافات الزوجية كثير من الخلافات الزوجية عم نحكم فيها الهوى عم نحكم فيها وين حكم شو حكم الشرع بهذه القضية شو حكم الشرع بهذا الموضوع الشرع مولي باخده من مجموعة خالاتي على الواتصاب أو باخده والله من مجموعة شو اسمه على اليوتيوب واللي باخده انا على كيفي مثل ما بدي انت وقتك تساوي عملية جراحية ما بتفتح يوتيوب وتجي والله زوجتك بتساوي لك العملية الجراحية بناء على تعليمات اليوتيوب هاي بتساوي فيها قالب قاتو هاي بتساوي فيها طبخة مجدرة اما قضية على بدك ترجع لأهل الاختصاص بدك ترجع لأهل العلم بدك ترجع لأهل المعرفة والله يا اخي نحنا في خلاف بهالعيلة والله نحنا في خلاف بيني بين فإذا اتنات مقبلين على الله والتنات مستجيبين لله والتنات مطيعين لله فما في أسهل من حل أي خلاف وأي مشكلة أما إذا كنت أنا والله معتصم مو بالله معتصم بالأنا تبعي معتصم بالهوى تبعي معتصم فساعة أنا لن أقبل والخلاف لن يحل فإذا كان مؤمن ومؤمنة فما في أسهل من حل الخلاف ولكن للأسف اليوم في مؤمنة بس أخي أنا بسمع كلام شيخي أنا ما برد يا حبيبي في آية بالقرآن مع احترامي لشيخك أنا بسمع كلام آنستي آنستيك على عين والرأس بس في آية في شيء قرآني أبلغ من هذا الأمر فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا إنكار ومعصية الله هذا الضلال البعيد هذا الخروج عن الصراط المستقيم شو يعني ضل ضلالا بعيدا يعني سار في طليق الضالين وأبعد المسافة وأوغال فإن حرف عن الصراط المستقيم في الدنيا فهو حكما منحرف عن الصراط المستقيم في الآخرة لا شك في ذلك ولا ضيرة في ذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين والحقيقة أن من أهم الأمور التي تؤدي إلى عدم الطاعة هي يعني اتباع الهوى فكما قال تعالى في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون شغلي مش شغلة أهواء شو ما كانت سواء بالزيادة أو بالنقصان في ناس اليوم بالأهواء بيعملوا أخي هاي قضية الله أباحة لا أخي حرام مصر هو بدي هو بدي يحرمها رب العالمين أباحة بس هو شو بدي يساوي هو بدي يحرمها هو بدي يزيد يا أخي هذا الأمر من هون لهون هاي القضية واضحة العورة هي كذا لكذا لا أخي أنا بدي يزيد الشغلة مو على كيف وكيف مو أنا شو بدي وأنت شو بدك في شرع ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فاليوم سفي كثير من الدين أهواء سواء بالمغالاة سواء بالتقصير والتقليل سبحان الله يعني أهل الأمثال ما تركوا قضية قال لك الزايد أخو النائص الزايد شو الزايد أخو النائص أما المهم أن يمشي الإنسان على الصراط الصراط المستخيم لا على اليمين ولا على الشمال أخي أنا على اليمين أحسن إذا مشيت على يمين الصراط يا حبيبي على يمين الصراط يعني برا بدك تمشي على الصراط لا على اليمين ولا عن اليسار وكذلك قال تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه الحكم بشو الحكم بما أنزل الله عز وجل وعدم اتباع الأهواء وكذلك يعني من أخطر الأمور التي تؤدي بالإنسان إلى عدم طاعة الله والرسول هو اتباع الشيطان فواحد من اثنين يا بدك تتبع الرحمن ورسول الرحمن يا بدك تتبع الشيطان وهذا يكذب أو يصدق الواقع العملي يكذب أو يصدق الواقع العملي وليس الكلام يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا كل شيء مباحا الأصل بالأمور الإباحة التحريم بحاجة إلى نصر حرمت عليكم الميتة والدم والأحم الخنزيل حدد شو ما أهل به لغير الله حددت القضايا بين ما هو حلال وما هو حرام ووضح ما هو يا أيها طيب الباقي آل الجانيريك شو حكم الجانيريك ما عندك السعر شو حكم كله الباقي حلال والخوغ والدرائن والكذا والكذا وإلى آخره فيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا اليوم حصرنا خللنا صار إذا بدي حطولك النيت بقين بدي حطولك عليها حلال إذا بدي حطولك كيزعتر إيشو عم تضحكوا على الأمة يعني ولا عم تضحكوا عن ناس أنه خلص أخي حطولك تلمت حلال معناتها هي لزأ عم تتلزأ كيف ما كان لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فأتباع خطوات الشيطان فيه اتباع للعداوة الواضحة لطاعة الله ولرسوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنه لكم عدو مبين فطاعة الله والرسول يجب أن تكون عن محبة يجب أن تكون عن اتباع يجب أن تكون عن الرغبة ليش؟ لأن خير ما أتى بأي قضية هو ما أتى به الله والرسول ولكن مع العلم والفهم شو برد بأكد مع العلم والفهم مع الحكمة مو الواحد يجيب النص يقطع النص من سياقه ويقول لك هيك كذا لا بدك تشوف الآية كلها بدك تشوف الحديث كله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمنوا أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ما بي آمن ليكون رغبته وهوا تبعا لرسالة النبوية وتبعا يعني ما أتى به الله عز وجل وقال تعالى كذلك أن طاعة الله والرسول هي من علامات الإيمان وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الآية في سورة الأنفال افتتاحي في سورة الأنفال وأطيعوا فهذه تدل على إيش دلالة على الإيمان التي ستشرح في بقية الآية يعني في الآية الثانية من الأنفال سيبين لنا إن شاء الله من هم المؤمنون وسنتعرض إلى ذلك في لقاء قادم إن شاء الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الفوز العظيم قال أنت يرغبك في هذه الطاعة يرغبك في هذا الأمر أنا شو بدي يساوي قال بدنا نطيع قال إن إحنا عم نطيع دغني بيجيب لك شيطان أنت مطيع بكل شي طيب ولا يغطب بعضكم بعضا يعني هاي أخي ما منحس نشرد بالحديث ما مننتبه ولا تجسسوا إحنا ما مننتجسس بس في شغلات ضروري دائما بنعطي لحالنا الرخص بنعطي لحالنا الإمكانيات ومنعطي لحالنا فلذلك يا أحبابنا أن يمشي الإنسان أنت يوم دك تقرأ القرآن الكريم قال يا ترى أنا شو عم بطيع الله عز وجل شو عم بتتبع بأوامر الله عز وجل ليش قال لأن هاي قضية كتير مهمة ابدا ننتبه لها الآن ثوابا كتير عظيم والآية اللي وردت في سورة النساء في الآية 69 ومن يطع الله والرسول نعم شو النتيجة آل فأولئك مع الذين أنعم الله عليه ما من قال له اهدنا الصراط المستقيم شو صفة هدول اللي الله هداه للصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال أمين هنن هدول اللي أنعم قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب تجعلنا معهم يا رب يا رب تجعلنا منهم يا رب تجعلنا بمعيتهم يعني شو بدك شو بدك أعظم من هالمعية فلذلك طاعة الله والرسول هي جواب لإهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم هي طلب إهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة شو هي طلب هذا الطلب يجب أن يتبع بفعل شو هو الفعل قال ومن يطع الله والرسول هي طاعة الله والرسول هي الفعل الذي فحينها حينها تحقق أنت شو صراط الذين أنعمت عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة فطاعة الله والرسول هي صحبة هؤلاء في الجنة وصحبة هؤلاء في النعيم ومرافقة هؤلاء فهي طريق الفوز والفلاح شو طاعة الله والرسول هي طريق الفوز والفلاح ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون شو قال مين الفائزين قال اللي يربحه بمباراة الفطبول مين الفائزين اللي هجمه حرب على حرب دولة تانية قال لا لا والله مين الفائزين قال اللي يكسبه بسوء البورس قال من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون فهذه الآيات تعرض بدنا أنحط حالنا تحت المجهر تبع وأطيعوا الله والرسول قال يترى إذا أنا حطيت حالي تحت المجهر قديش بأخذ علامي قديش بيطلع وضعي متطابق مع هذه الآيات لحتى حصل صحبة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم لحتى حصل هذا الفوز لحتى حصل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون قال أمران 132 ونحن اليوم بأمس الحاجة لرحمة الله عز وجل عطوا بالكم وقت بينزل البلاء العام ما حدا بيطلع بإيده يرفعه ما حدا بيطلع بإيده يرفعه بيلك واحد طيب يا أخي ما في حدا نفسه طاهر يدعي الله يوقف أزمة الفلانين أو المكان الفلاني لا لا بشر ما فيه مما كان البشر لو كان سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء يجادلنا في قوم لوت خلص طلع القرار متى ما طلع القرار قال ولكن في رحمة خاصة طيب كيف أنا بدي كون من أهل الرحمة الخاصة ليختصوا برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم طيب أنا كيف بدي كون من أهل الرحمة الخاصة قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون شو الطريق لهذه الرحمة لكي تحصل هذه الرحمة آل الطريق هو طاعة الله والرسول يا أيها الذين آمن لبيك اللهم لبيك في سورة الأنفال الحقيقة أسست سورة الأنفال لموضوع الطاعة لله والرسول وبيّنت كيف أنه هو طريق الفلاح طريق النجاح وبيّنت أسس النصر بيّنت أسس النصر يا أيها الذين آمن إذا لقيتم فئة فئة مجابهة معادية للدين قال شو بتكون سواء قال فاثبتوا فاثبتوا أي قال مو بس هيك قال شو قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال حتى بال بالقتال حتى بال قال نعم أنتم بهذه المواطن بأشد الحاجة إلى ذكر الله عز وجل بأشد الحاجة أنت وقت الأوقات العصيبة لا تلتجي إلى نفسك لا تلتجي إلى ضعفك لا تلتجي إلى بشريتك لا تلتجي إلى فكرك وفظاعتك ومخك قال لك قال اسبوت واذكر الله عز وجل هذا وقت الزكر هذا وقت الصلة بالله هذا وقت الارتباط بالله عز وجل فالله عز وجل عم بيوجهن وعم بيبين لهم أنه صلتكم بالله واتصالكم بالله هو أحد أهم أسباب النصر يا أيها الذين آمنوا بس شو بتكون تكونوا من الذين آمنوا إن شاء الله بكرة نتعرف من هم الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله قلوا اطيعوا الله اطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنازعوا فتفشلوا الحالقة للدين الخلافات النزاعات اللي اليوم يعني لا حوله ولا قوته إلا بالله العلي العظيم هذه من الجراحات النازفة اليوم في الأمة على كل الأصعدة يعني اليوم بتلاقي النزاع على مستوى الشخص على مستوى الأسرة نين بالأسرة بتلاقيهم ما لهم متفقين ما لهم متفاهمين مختلفين متنازعين قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الطاعة عدم النزاع بحاجة إلى إيش بحاجة إلى صبر بحاجة إلى يعني ثبات ثبات بحاجة إلى صلة مع الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدو وإن تطيعوه تهتدو فالواقع ترسم سورة الأنفال بافتتاحيتها محطات أساسية على الصراط المستقيم محطات أساسية لبناء الأمة محطات أساسية للنجاح والفلاح إن شاء الله من تابع مع هذه الافتتاحية في الغد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتبوا التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه يا رب العالمين يا رجاء السائلين اجعلنا من الذين يطيعونك ويطيعون نبيك واجعلنا من الذين يستجبون لك ويستجبون لنبيك واجعلنا من الذين هديتهم ومن الذين منحتهم الفوز العظيم ومن الذين جعلتهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب سلمنا لرمضان أسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبل يا رب أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا رب يا رب اجعلنا هداتا مهديين غير ضالين ولا مضلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح ترجمة نانسي قنقر